انا دكتور انتصار شكري consultant of radiology استشاري اشعة مستشفى ودي النير هنتكلم عن استعمال الاشعة التدخلية في العلاج وفي الاشعة عموما الاشعة التدخلية هي وسيلة من وسائل الاشعة للتشخيص والعلاج في نفس الوقت الاشعة دي ممكن عن طريق الاشعة ان احنا نعمل تشخيص لبعض الامراض زي تجمع سوائل بالجسم زي خراريج بالجسم زي ديق في الشرايين زي جلطات في الشرايين والاوعية الدموية التشخيص ده اولا تشخيص وبعد كده ممكن ان انا عن طريق الاشعة استعمل الادوات اللي ممكن بيها اوسع الشرايين الديقة او ان انا ازيب الجلطة اللي موجودة بدون التدخل الجراحي ان انا ممكن اعمل تصريف للخراريج والسوائل اللي اتضرب الجسم عن طريق استعمال الاشعة وباستعمال الاساطر وباستعمال الدعمات ودي وسيلة نستغنب بيها عن الجراحة والتدخلات الجراحية